معلومات عندي هناك من يتابع هذا البرنامج من علماء السنة في العراق والخليج وفي مصر ومناطق أخرى ومعلومات عندي مراجع النجف يتابعون هذا البرنامج أصحاب العمائم في النجف يتابعون هذا البرنامج ويصلون الكلام يصلون الكلام يقولون من أين يستخرج هذه المعاني هذه المعاني أستخرجها من معارف العترة الطاهرة حالي وحالكم وفي الحقيقة ما هو حالي وحالكم حالكم وحال ثقافة العترة الطاهرة مثل ما جاء في هذه الرواية أنني أخاطبهم أخاطب هؤلاء الذين أشرت إليهم أقرأ عليكم من كنز الفوائد لأب الفتح الكراجكي المتوفى سنة 449 للهجرة هذه طبعة دار الأضواء إنه المجلد الواحد الذي يجتمل على الجزئين في الجزء الثاني في الصفحة السادسة والثلاثين والتي بعدها أن أبا حنيفة إنه إمام الأحناف أن أبا حنيفة أكل طعاما مع الإمام الصادق جعفر بن محمد فلما رفع الصادق صلوات الله عليه يده من أكله قال الحمد لله رب العالمين اللهم هذا منك ومن رسولك مستحب للذي يريد أن يشكر على مائدة الطعام أن يقول اللهم إن هذا منك ومن محمد وآل محمد هذا موجود في رواياتنا في أحاديثنا اللهم إن هذا منك ومن محمد وآل محمد فلما رفع الصادق يده من أكله قال الحمد لله رب العالمين اللهم هذا منك ومن رسولك فقال أبو حنيفة يا أبا عبد الله يخاطب الإمام الصادق أجعلت مع الله شريكا لأن الإمام هكذا قال اللهم هذا منك ومن رسولك فقال أبو حنيفة يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكا فقال له ويلك فإن الله تعالى يقول في كتابه وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ هذه الآية الرابعة والسبعون من سورة التوبة وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ دقق النظر فيما قاله إمامنا الصادق بعد أن رفع يده من الطعام الحمد لله رب العالمين اللهم هذا منك ومن رسولك أبو حنيفة كان يؤكل الإمام الصادق فقال يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكا لقول الإمام اللهم هذا منك ومن رسولك فقال له ويلك فإن الله تعالى يقول في كتابه وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهُ الله ورسوله الله هنا فاعل الواو عاطفة رسوله معطوف على الله وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهُ ويستمر الإمام الصادق صلوات الله عليه ويقول في موضع آخر في سورة التوبة نفسها إنها الآية التاسعة والخمسون من سورة التوبة وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ قرآن هذا حال برامجي معكم كهذه الواقعة قرآن هذا فقال له ويلك فإن الله تعالى يقول في كتابه وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهُ ويقول في موضع آخر وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ فاعل؟ ومعطوف عليه سيؤتين الله الله فاعل من فضله ورسوله رسوله معطوف على الله فقال أبو حنيفة والله لكأني ما قرأتهما قط من كتاب الله يشير إلى الآيتين إلى الآية الرابعة والسبعين والآية التاسعة والخمسين من سورة التوبة التي قرأهما الإمام الصادق فقال أبو حنيفة والله لكأني ما قرأتهما قط لكأني ما قرأتهما قط من كتاب الله ولا سمعتهما إلا في هذا الوقت فقال إمامنا الصادق بلى 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 قد قرأتهما وسمعتهما ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أنتم أشباه يا مراجع النجف ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها إنها الآية الرابعة والعشرون بعد البسملة من سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قلوبكم مقفلة لأنكم لا تمتلكون المفتاح المفتاح معرفة إمام زماننا زرارة يحدثنا عن إمامنا الباقري في الكاف الشريف الحديث موجود في الجزء الأول وفي الجزء الثاني ذروة الأمر وسنامه ذروة الأمر وسنامه وسنامه وماذا بعد؟ ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه المفتاح هنا وباب الأشياء وباب الأشياء وباب الأشياء المفتاح هو الباب ورد الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه ومفتاحه وباب الأشياء ورد الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته أنتم لا تعرفون لا تعرفون إمام زمانكم لا تمتلكون المفتاح ولا تهتدون أين الباب ومن هنا فإن القلوب مقفلة مثل ما يقول إمامنا الصادق لأبي حنيفة بلى قد قرأتهما وسمعتهما ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها وقال كلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ران على قلوبهم الرين هو الصدأ ماذا يقول أئمتنا حديثنا جلاء القلوب إنه يجل القلوب هذا كلامهم حديثنا جلاء القلوب إنه يجل القلوب كما يفعل الصيقل وهو يزيل الرين والصدأ عن السيوف هذا كلامهم حديثنا جلاء القلوب يجل الرين عن القلوب مثل ما يفعل الصيقل يجل الرين والصدأ والوسخ عن السيوف فحديثنا فحديثنا هو الذي يكون صيقلا لقلوبكم أنتم أعرضتم عن حديث العترة الطاهرة لماذا لا تقبلون الحقيقة على الأقل فيما بينكم وبين أنفسكم هذه الحقائق ليست من عندي هذه حقائق العترة الطاهرة أنا لا قيمة لي أنا وسيط أنا وسيط أنا راوية حديث أنقلوا الحديث لكم أما أنا أن تعتبروا فقال أبو عبد الله بلى قد قرأتهما يا أبا حنيفة وسمعتهما ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها وقال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر